طب معلش نقطة الغات هنا كنت أفهم إنه يبقى فيه محاولة لمساندة الحكم المصري طب كان هنا ممكن يكون مخرج من الأزمة إذا كنا بنقف على مسافة واحدة من كل أطراف إنه نقبل طلب النادي الأهلي باستخدام حكام أجانب هو هو دي دي العلامة للإستفهام اللي بعدين يمكن تبات لأن مش مفهومة مش الأهلي ده الأهلي وزمالك هو بس زمالك لما بيلاقي الأهلي داخل في الخناء يسيبه يتخانه وشوف هيحصله يستنى النتيجة بتاعتك إنما الزمالك هو قبل الأهلي طلب حكام أجانب والأهلي طلب معاه حكام أجانب الأهلي أصر على موقفه والزمالك التزم بالصمت ماشي ممكن بخبرة حضرتك سألك سؤال أنا النهاردة في موقع مسؤولية وعندي كفتين كفت إن المسابقة تبقى مسابقة محترمة قوية تتمايز بالفرص المتساوية بالعدالة بالشفافية وزاوية تانية برضو أنا في موقع مسؤولية عنها التحكيم المصري ومسندته وإنه يبقى تحكيم على مستوى جيد إذا كانوا الكفتين دول في ميزان واحد وعندي هنا كفت التحكيم ممكن تطب أو يعني تبقى هي الأهم بالنسبة لي على حساب المنافسة البطولة الأساسية إزاي ممكن ناخد القرار يا رسوانس؟ هم دلوقتي يتصوروا يعني أما بيحاسب مسؤول النادي الآلي وأنا حسبت في لحظة ما عشان كلمت في التحكيم بشكل إحنا دلوقتي بنحلل ظاهرة مش بنهاجم أعايزين نوع من التحكيم أنا أعايز أتكلم هل المنافس مش بيتكلم هو بكل عناصره بكل عناصره باللجنة التنفيذية بكل عناصره بيمدربه ما بيتكلم على التحكيم وهو ما يحدش بيقول لهم بتقول ليه بتقولوا التحكيم وقبل كده كان رئيس النادي كل يوم بيتكلم ويقول لك هو ساد عبد الحفيز معاد تليفون ليه التليفون ليه ده أنت لما تطلع تسمع كابتن عصام عباس مرة تطلع قال لك أنا ما بقدرش أنا مش عارف يعيش من كتر تليفونات اللي بيجيلي من فلان المسؤولي الكبير جوه النادي طول الوقت أنا جاء لي مبارع مش عارف كام وعشرين مكالمة إذا كنا فعلا شوف أنا مش شايف أن فيه تغيير في المناخ أو الأتيتيود بتاع التوجه بتاع القيادات الرضية بين الأندية والهيئات اللي تغير الألفاظ 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 ما بقيتش بنفس العنف بتاع الأول لكن التوجه واحد إن أنا طول النهارة حط الناس كلها تحت ضغط أبقى مستفيد وارفض وصدر المشكلة اللي قدامي ماشي اعمل كده لكن هتتوقع إيه هتتوقع رد فعله ناس بترد على هذا الكلام هذا ليس في صالح الكورا المصرية ما يحدث الآن بما فيه عادتنا المنهج ده ما عليش شقف بس أنا بحاول أفهم العقلية دي بتفكر إزاي وبحاول أفهم إيه الأهداف اللي بتسعل تحقيها عشان أشوف تأثر عليها إزاي واتعامل معي يعني ثابتة بالدليل القاطع وما فيش دليل أقوى من التجربة والتجربة زي ما بيقوله بتعلم الشطار إنه كل المحاولات دي الحرب النفسية والدخول في المهاترات وفقداني ومحاولة إفقاد التركيز للنادي الأهلي إنه ممكن يأثر عليه في تحقيق بطولة ما جابتش نتيجة قبل كده يعني ليه الإصرار على أنك أنت تدخل المدخل ده ده جابت نتيجة جابت نتيجة إنك خسرت بطولات السوبر بالمنطق ده خسبت بطولات الكاس أكتر من مرة بالمنطق ده غير الكاسي بطولات الكاس بالمنطق ده بالأسلوب ده لا مين قال إنه مش مؤثر حاك شايف إنه أسلوب فعال هناك مش في كل الأحوال بيواجه صلابة الأهلي في الآخر الأهلي ممكن يروح في النص متأثر مرة لكن بيقدر يتعامل ولذلك هنا بقى هو جمهورنا مطلوب منه إيه مطلوب منه اللي بيعملوا اليومين دول لا